ليست مصر وحدها كل هذه الدول تمنح جنسيتها مقابل وديعة يثير هذا القانون جدلاً في مصر السماح للأجنبي المقيم بطلب الجنسية مقابل وديعة مالية قيمتها 7 ملايين جنيه وبعد 5 سنوات من الإقامة جنسيات كثيرة يمكنك الحصول عليها بعد دفع أقل من 300 ألف دولار أمريكي هذه أبرزها سانت لوشا جزيرة كاربية هادئة يسافر مواطنها إلى 123 دولة بلا تأشيرة يلزمك 300 ألف دولار لشراء عقار مع الإقامة هناك 5 سنوات بعدها تطلب جواز السفر تشترط لدفيا للستثمار العقاري بقيمة 286 ألف يورو والإقامة 5 سنوات يمنحك جواز لدفيا الحق في العمل والدراسة بدول الاتحاد الأوروبي والسفر إلى 150 دولة بلا تأشيرة مسبقة اليونان تحصل على الإقامة الذهبية لليونان بشراء منزل 8250 ألف دولار على الأقل بعد سبعة عوام أطلب الجنسية الجواز اليوناني في المرتبة السادسة من حيث القوة يسافر حامله إلى 171 دولة دون تأشيرة ويعيش ويدرس ويعمل بالاتحاد الأوروبي جمهورية فانواتو دولة بجنوب المحيط الهادئ شرق استراليا أسرع جنسية يمكن الحصول عليها في العالم ستة أسابيع على الأكثر تبدأها بدفع 150 ألف دولار لشراء منزل وتنهيها وفي جيبك جواز سفر فانواتو الذي يدخل 82 دولة دون تأشيرة بنما تشترط بنما يستمر 200 ألف دولار لشراء منزل وبعد خمس سنوات من الإقامة تحصل على الجواز سفر من حقه الدخول إلى 118 دولة في العالم جزيرة دومينيكا ليست جمهورية الدومينيكان بل جزيرة تقع جنوبها بالمحيط الأطلسي بعد شراء مسكن بمبلغ 200 ألف دولار والإقامة لمدة ثلاث سنوات ستضع في جيبك جواز تسافر به إلى 123 دولة دون تأشيرة تشترط البرازيل دفع 150 ألف دولار في شراء عقار أو مشروع اقتصادي مقابل الإقامة فورا ثم الموطنة بعد خمس سنوات يسافر الجواز البرازيلي إلى 146 دولة بلا تأشيرة كولومبيا 150 ألف دولار في استثمار عقاري أو مشروع تجاري تمنحك إقامة دائمة في كولومبيا وبعد خمس سنوات من حقك أن تطلب هذا الجواز الذي يدخل معظم بلاد أمريكا اللاتينية بلا تأشيرة جزر فيجي أرخبيل من 300 جزيرة من الشواطئ الرائعة جنوب المحيط الهادي هناك تدفع 125 ألف دولار حدا أدنى لشراء مسكن فتحصل على الإقامة ثم الجواز بعد خمس سنوات